اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اتتكلم مع الرجال الاجانب الا عند الحاجة دون خضوع بالقول كما قال تعالى فلا تخضع عنها بالقول فاتمع الذي في قلبه مرض صورة الاحزاب 32 يعني لازم المرأة تستر جميع بدنها عن الرجال الاجانب وكمان ما تتكلمش مع الرجال غير عند الضرورة قسوة دون الخضوع بالقول يعني ما تخضعش بالقول لعشان اللي في قلبهم مرض ما يتمعوش فيها نكمل ثانيا الاصل هو لزوم الحجاب امام جميع الرجال الاجانب ويدخل في ذلك من لديه الصعوبات في التعلم الا اذا كان مصابا بتأخر عقلي بحيث لا يدرك امور النساء ولا يميل اليهن وليست له شهوة فانه يكون من غير قليل اربع من الرجال فتكشف المرأة امام ما تكشفه لما حارمها وهو ما يصهر منها غالبا كالرأس والواجه والزراعين والقدمين لو الناس اللي هي بتعلمهم عن دمق عقاة زهنية ومو بيدركوش امور النساء ده بيدخل تحت فئة غير قليل اربع من الرجال فممكن تكشف ليهم اللي بتكشفه لما حارمها زي الرأس والواجه والزراعين والقدمين وخلينا نكامل الاجابة اما ان كان يفطن لامور النساء ويميل اليهن فهو كغيره من الرجال يلزمها التحجب امامهم قال ابن قدامى ومن ذهبت شهوته من الرجال الكبر او عنا او مرض لا يرجع برأه والخص والمخنس الذي لا شهو له فحكمه حكم زهو المحرم في النظر لقوله تعالى او التباين غير قليل اربع من الرجال اي غير قليل حاجة الى النساء وقال ابن عباس هو الذي لا تستحي منه النساء وعنه هو المخنس الذي لا يكون عنده انتشار وهنا بقى بيقولك ايه بيقول من يا مسلمة انت لو بتعلمي او بتخدمي ناس اللي هما من غير قليل اربع من الرجال سواء كان مريض زهني او مخصي او مخنس ما عنده الشهوة فعادي ده زيه زي اي حد من حرمك اكشف شعرك وخلينا ايه نكمل الاجابة وعن مجاهد وقتادة الذي لا اربى له في النساء فان كان المخنس اذا شح ويعرف امر النساء فحكمه حكم غيره لان عائشة قالت دخل على ازواج النبي مخنس فكانوا يعدون من غيره الاربى من الرجال فدخل علينا النبي وهو ينعت امرأة انها اذا اقبلت اقبلت باربع واذا ادبرت ادبرت بسبان فقال النبي الا ارى هذا يعلم ماها هنا الا يدخلن عليكم هذا فحجبه يعني لو المخنس ده عنده شهوة النساء فحكمه حكم غيره وقال لينا حديث فيه مشكلة كبيرة جدا اللي هو عن عائشة ان كان بيدخل في بيت الرسول المخنس فكانوا فاكرينه من غيره قولي الاربى من الرجال ففي مرة كان قاعد يوسف امرأة انها اذا اقبلت اقبلت باربع واذا ادبرت ادبرت بسبان فراح الرسول قال لهم ايه لا يدخلن عليكم هذا طيب وهنا فيه سؤال طرح نفسه هل النساء الرسول كانوا عارفين انه مش مخنس ومطنشين يعني وسايبينه معاهم المهم انه محدش عمل ليه اختبار هل هو من قولي الاربى من الرجال هل هو له حاجة في النساء ولا لأ وانا علق الحديث ده مرة تانية بس لما نكمل الاجابة وسئل الشيخ ابن جبرين رحمه الله الشخص المتخلف عقليا البالغ هل يجب على النساء ان يحتاج ابن عنه فاجابه اذا كان التخلف شديدا لحيث لا يعقل ولا يفهم ولا يدرك المعاني وليس له الشهوة التي تبعثه الى النظر واللمس ونحو ذلك ولا هما له ونحو النساء بل هو كالطفل او اقل حاجة فلا حاجة الى التحجب عنه ويدخل في قوله او التابعين غير قولي الاربى من الرجال سورة النور 31 اما اذا كان يعقل بعد هذه الاشياء وله ميل الى النساء ويظهر منه كلامه انه يحس بشهوة فلا يمكن من دخوله على نساء ويلزمهن التحجب عنهم لقصة ذلك المخنس الذي كان لاخي ام سلمة اذا فتحت مطاقف فاني سأدلك على ابنة غيلان فانها تقبل باربع وتدبر بسمان فقال النبي ارى هذا يعرف مها هنا لا يدخل عليكن رواه البخار وغيره والله اعلم ثالثا ينبغي الانتباه الى تحريم الخلوة مع هذا الاجنبي صحيح العقل بل انتباه الى تحريم العمل المختلط هنا الشيخ ابن جبرين قال الشخص المتخلف العقلي اللي لا يعقل ومش بيفهم ومعندهش هم نحو النساء بيعامل معاملة ايه بالاطفال او التبعين غيره اللي اقربة من الرجال وقال حديث المخنس تعالوا معايا نشوف الحديث ونسأل فيه شوية اسئلة صحيح البخاري كتاب النكاح باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة عن ام سلمة ان النبي كان عنده وفي البيت المخنس فقال المخنس لاخي ام سلمة عبد الله ابن ابي امية انفتح الله لكم الطائف غدا ادلك على ابنة غيلان فانها تقبل باربع وتدبل بسمانة فقال النبي لا يدخلن هذا عليك يبقى المخنس كان بيدخل على النبي او على ازواج النبي بيوت النبي يعني وكلهم مستخفلهم يعني المخنس ده مستخفل النساء الرسول مستخفل النبي وهم فاهمين انه هو ايه من غير قولي الاربع من الرجال او في احتمال تاني ان النساء النبي عارفين ومستخفلين الرسول احنا مش عارفين ففي مرة كان المخنس والرسول واخه ام سلمة وام سلمة وكلهم قاعدين والمخنس قاعد عادي مع الرسول له قال رح قال ايه لاخه ام سلمة قال له لو فتح لكم الطائف غدا ادلك على بنت غيلان انها بتقبل باربع وتدبل بسمانة وطبعا الكلام ده كلام مش كويس يعني كلام ابيح في المعنى فازاي انت تبقى قاعد قدام الرسول يعني رسول من عند الله انا عايزك كده كمسلم تتخيل انك قاعد مع شيخ واقور وقاعد تبصف واحدة ستة قدامه وتقول له تقبله وتدبره الحاجات دي وكمان يعني ما فيش احترام ان في واحدة ستة اللي هي ومسلمة قاعدة معاهم وطبعا ده بيدل ان رسول والحاجات دي كانت الكلام الابيح ده في بيته عادي ان الرجالة الغريبة واعتراض الرسول الوحيد اللي كان فاكره انه مخنص ما طلعش مخنص طيب الطائف ده كان قبل موت الرسول بسنتين يعني كل ده وهو مستخفر للرسول وبيتفرج على زوجاته وجبريل مش باين خالص ولا نبه الرسول ان المخنص اللي عامل فيها مخنص ده راجل طبيعي جدا وهنا يجي السؤال قبل ما نهي الحلقة الاختبار اللي المسلمة ممكن تعمله عشان تعرف الرجل ده من غير قولي القربة من الرجال ولا لأ ايه هو لما الرسول بذات نفسه ما كانش عارف ان المخنص من غير ان هو يعني راجل طبيعي مش من غير قولي القربة وكان المخنص ده باستخفر الرسول فما بالك انت كمسلمة هتعرفي ازاي والتقي بكم في الحلقة القادمة من سين وديم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة